السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل فترة تقريبا سبوعان ذهب إيلون ماسك اللي هو مدير شركة التويتر اللي صار اسمها الآن X ذهب في زيارة إلى فلسطين إلى الكيان المحتل لابد أن ننتبع للمسميات ستبقى المسمي يسموها دولة إسرائيل هي ليست دولة إنما احتلال غاشم فذهب إلى فلسطين إلى الكيان المحتل على أساس أنه يرى الأحداث طيب ما إيلون ماسك في بداية الحربي اليوتيوب ضيق علينا أي فيديوهات نتكلم فيها عن الحربي أو نجيب صور فيها دماء أو أحد يكتب حتى إذا كتب فلسطين أو كتب غزة بدون ما يشفرها فيعني حين ما ينزل الفيديو أو حيانا يمنع انتشاره المهم والفيسبوك نفس الكلام إلا تويتر تويتر قال لا اعملوا ما بدالك وهذا مكان يعني استراحة ومكان أخذ الريحية قلوا ما تشاءوا قلنا الحمد لله طلع يعني منهم من فيه إنسانية رغم أنه المفروض نحن كعرب وكمسلمين عندنا والله عقول في الذهب وعندنا أفكار وعندنا إبداعات لكن كما قيل القوة والسيطرة معهم والضعف وهوان النفسي ويعني الاتكاء عليهم صار عندنا وإلا فنحن عندنا عقول تستطيع أن تصنع أفضل من هذه البرامج المهم في بداية الأمر حتى أنه تكلم وقال هذه إبادة جماعية وهذا لا يصيح وأنه ما نراه من صور قال كلاما لم يعجب الكبار لم يعجب أمريكا ولا إسرائيل فخسروه الأموال طبعا هو في البداية كان ثابت ولم يتزعزع وكان باقي على مبادئه حتى أتى لحظة الضغط على الأموال فبدأ يخسر خسر كثير من المليارات وشاف أنه لا أنا الآن ملياردير أنا أعتبر من مليارديرين العالم أنا أعتبر من أغنى رجال العالم سأخسر من أجل ماذا فذهب إلى هناك ليقدم قرابين الطاعة وينظر إلى الأشلاء التي ليست موجودة أصلا في تل أبيب وفي الأراضي المحتلة ويرى الهمج كيف دخلوا وكيف قتلوا والأطفال الذين قطعت رؤوسهم رغم أنه غير موجودين وكذب واعترفوا أنه كذب ومع ذلك غسل دماغه أو لم يغسل دماغه بل غسل جيبه أشعر أنه يخسر كثب من الأموال فذهب إلى هناك على أساس بيض صفحة على أساس يكون عنده سبب وجيه إذا بدأ الأقوال أنه رأى الإرهاب ورأى القتل الوحشي هناك رغم أنه ما رأى شيئا ولو ذهب بس إلى غزة لرأى الدمار الحقيقي ولرأى ما لم يره لأنهم لا يوجد أطفال قتلوا ولا يوجدوا الادعاة الكاذبة الذين قالوها أين هم أرون الصور لا يوجد ومع ذلك إنما ذهب ليبيض صفحته ليقول أنا كنت ما كنت أرى الحقيقة بعد أن ذهبت رأيت الحقيقة أنا لا يعنيني يعني فخاري كسر بعض كما يقال ولكن الذي يؤلمني أن كثيرا من المسلمين يفعلون كما فعله إلى المسك هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميصة يعني عبد الثياب والملابس تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد مننا يغير مبادئه يغير اعتقاداته يغير ثباته مجرد أن يمسه ضرر من الدنيا كم من الناس يظهر أنه قوي وأنه ثابت وأنه مع الحق حتى إذا أوذي في سبيل الله عاد إلى الوراء وتراجع الثبات الحقيقي عندما تؤلم عندما توجع عندما تصاب بشيء من الدنيا فتقول والله لا أتراجع ولا أغير ديني كم من أناس تخلوا عن المظلوم من أجل أموال كثير كم من أناس يرون الأطفال تموت والنساء ترمل وتقتل والبنايات تهدم والعدو الغاشم العدو المغتصب ينتهك عرضا ويأخذ أرضا ومع ذلك لا ملكي حكمي مالي كم ستبقى كم ستبقى ذهب ذهب قارون وذهب الرؤساء من قبل وذهب الأغنياء وذهب الفقراء الكل ذاهب ولا يبقى إلا ما سطرنا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها الله سيرث كل شيء فعلى ما نقلده ونفعل مثله وأظننا سبقناه أننا خفنا على مناصبنا وعلى أموالنا وعلى تجارتنا حتى أننا ما استطعنا أن نقطع العلاقات ولا نقطع البترول ولا يعني أقل شيء تندد عيب كخة لا تعملي كذا يا أسرائيل ما ينفع أقل شيء أننا نستنكر بوجه حياء ما في أحد قال بوجه هكذا هذا عدوان توقف لا لا بوجه حياء إذا سمحتين ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وديننا يعلمنا أن لا نكون أذلة وأن لا نجعل لأحد منة علينا وأن لا أخاف على رزقي لأن الله رازقي ولا أحد يملك لي شيئا الله هو الذي يضر وينفع ما أريد قوله ولا أريد أن أطيل بهذا الكلام أنه أي مشهد تريه اضربه على نفسك كم مرة عصيت الله عز وجل بسبب خوف من أحد كم مرة تنازلت عن أشياء أنت تعرف أنها تغضب الله عز وجل من أجل كذا أو حياء من كذا أو من فلان أو من زوج أو من جيران أو من ناس كل مرة نتنازل فيها عن أشياء من ديننا وعقيدتنا ومبادئنا من أجل حطام من الدنيا عرفي أننا وهو نمشي على نفس الطريق ونعوذ بالله أن نتشبه بهم ونعوذ بالله من أن نحذو حذوهم ونسأل الله أن ينصر إخواننا وأن يعجل بفرجهم وأن يجعلنا سببا في نصرتهم السلام عليكم ورحمة الله